بسم الله الرحمن الرحيم براد عنوين الصحف السودانية الصادر صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 نستهل بصحيفة الانتباه فريق من المباحث يتسلم ذهب مجوهرات وداد المراجع العام ضبط واحد حكومية مكونة من أسره واحدة حمدتي فضل اعتصام انقلاب العدل الأموال الفساد غسلت وتحولت إلى عمارات طلب ربع الحصان عن ضابط شرطيين متهمين بغتل طبيب عغار يطلب وساطة مع الحلو جمال إدريس شركات نظامية وغير نظامية تهر بالزهب وزير الصحة الدولة العميقة ليست بني آدمين صحيفة السوداني الدولية العميد فيصل مدني البشير سجى باسمه في الانقلاب تلتمية مليار لصيانة نجيل غصر الراسي إبراهيم الشيخ يدعو إلى ثورة صحيحية تحريق إجراءات غانونية بمواجهة موظفين بالبنك العغاري فرح نيالة التحقيق مع غطاء نافذين في غضية فساد أراضي الناطق بسم مجلس قاح تدعو لثورة صحيحية بمواكف جديدة صحيفة الجريدة مهمون حميد من نظمة الدعوة تعدين على حديقة السلامة والرياضة أرمان نحن مع تأجيل غضية الدين والدولة التربية تكشف فساد إداري في اختيار المعلمين المنتدفين للخارج فصل عشر أشخاص من ديوان المراجع العام لتجاوزات قانونية المحكمة تعود عشر مزارعين تضر من تقاوي فاسدة تجمع المهنين على العقانون بديل تجاوزات اتحادات نظام البائد مدير مؤسسة زويل الإعابة ينفي محاولته يخفى تجاوزات بالمؤسسة وكلاء الدقيق جهات خفية تغيب خلف أرار تسليمه للمحليات صحيفة التيار عبر تشهد انطلاق الأفراح بالذكر الأولى للثورة العدل لا إحصاد بالأموال التي نهبت في عدل غازة تأجيل تسليم رئيس الوزراء غايمة حكام الولايات إلى السبت وضع احتجاجات بديوان الضرائب تطالب إغالة الأمين العام الاتفاق على برنامج اقتصادي في عشرين عشرين يمكن السوداء من التحول إلى بلد آخر البنك العقاري تغيز جرات ضد المطرطين في اختلاصات فرع نيالة النيابة العامة تلعيب المطرطين من الغوات النظامية في النظام البائد صحيفة الصيحة عرمان غدية الدين والدولة مكانها المؤتمر الدستوري الشبيعي يرفض حل النغابات يطالب إطلاق المحتغلين السياسيين النائب العامة وحد مطرطين من منصوبية الغوات النظامية بالمحاكمة فصل عشر أشخاص من ديوان المراجعة العامة هي أوزات غانونية وأخلاقية وكيل النقل يلغي حوافز مصدقة للنجنة هوشري وإجه بالتحقيق البنك العغاري التخزيرات ضد موظفين بفرع نيالة حركة العغار تطالب قلوب والتوسط بينها وموعة الحلو مزغول غضايا الفساد في عهد الهنغاز كانت تقلق لأن الكل متورد الحداثة ولد الشهيد كشة لو عادت بين الأيام لسمحته لكشة بالسير في الطريق نفسه اضطرابات نفسها محاولات انتحار واستلاجيين السودانيين بالنيجر الدكير ندعم محاكمة مجرمي النظام المباد تأجيل تسليم رئيس الوزراء قائمة ولاة الولايات إلى السبت أول حرية والتغيير تتخلى عن الغانون التدابير الانتغالية معالجة مشكلة الصرف الصحي بالله وابناصر وزير المالية بشريات مهمة للمواطن السوداني في موازنة 2020 شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة